أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصرح بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية بنسبة تجاوزت الأربعة وتسعين في المائة أعلنت تونس قبول دستورها الجديد لتقطع تذكرة نحو جمهورية جديدة خالية من مردي وفساد الإخوان ولتضع حدا للعشرية السوداء ومنظومة الجماعة والأحزاب المتحالفة معها النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور الجديد جاءت بعد عملية تصويت جرت بشفافية ووفق أعلى المعايير الدولية مثل ما وصفها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بعسكر مضيفا أن هناك استعدادا لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في أفضل الظروف بناء على الدستور الجديد وبمجاب الفصل 139 من الباب العاشر من الدستور الجديد فالدستور يدخل وحيز التطبيق ابتداء من لحظة الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء ليبدأ فصل جديد في تونس يكرس الحقوق والحريات ويضمن حقوق الإنسان والمرأة وكان قد سبق الإعلان النهائي للإستفتاء قرار المحكمة الإدارية برفض طعون الثلاثة التي قدمت على النتائج حيث كان آخر قرارات المحكمة رفض الطعن الذي تقدم به حزب آفاق تونس ويجزم مراقبون أن قرار المحكمة برفض طعون يمثل ضربة الإخوان تونس ومرحلة جديدة نحو جمهورية أولى خطواتها انتزاع مسألة الاتجار بالدين التي تمارسها جماعة الإخوان ما جعل الشعب التونسي يلفظهم ويختار مشروع رئيس قيس سعيد الإصلاحي للحفاظ على مؤسسات دولة واقتصادها علاوة على وقف ضرب النموذج المجتمعي والثقافي في تونس